مارادونا يموت بعد أسبوعين من مغادرة المستشفى وهذا هو سبب وفاته بعد أن كان مدمن للمخدرات والكحل تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر الاشتراك ولايك للفيديو أعلنت وسائل إعلام أرجنتينية وفات أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا الأربعاء عن عمر يناهز الستون عاما بعد أسبوعين فقط من مغادرة المستشفى متأثرا بنوبة قلبية وغادر مارادونا المستشفى في 11 من نوفمبر بعد أيام إدخاله لإجراء جراحة طارئة في الدماغ لإزالة جلطة دموية وكان من المتوقع أن يقيم مارادونا في منزل بالقرب من ابنته الأكبر سنا ويعتبر مارادونا أحد أعظم لعب كرة القدم وساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986 ولعب مارادونا كرة القدم في أنديد بوكا جونيورز ونابولي برشلونة وكان يعشقه الملايين لمهارته الرائعة وكان مارادونا يتلقى العلاج من إدمان الكحول وكاد أن يموت بسبب قصور القلب الناجم عن تعاطي الكوكاين في عام 2000 وخضع لسنوات من إعادة التأهيل وخضع مارادونا لعملية جراحية في المعدة لإنقاص وزنه في عام 2005 وتم نقله مرة أخرى للمستشفى بعد عامين بسبب التهاب الكبد الناجم عن الكحول ترجمة نانسي قنقر